إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله من الطبيعي في مثل هذه الأيام وفي مثل هذه الظروف والأزمات أن يفر المرء بجبلته الطبيعية التي جبل وخلق عليها للإدخار وجمع المال خوفا من المستقبل وخوفا من الأيام القادمة خصوصا أن المحيط حوله كله يخوفه من المستقبل لا تدري ماذا سيحدث غلاء تغير في الأسعار فقدان للمواد الأساسية وهذه الرسائل التي بعضها صحيح وأغلبها كذب وتهويل ونشر للذعر بين الناس فيفر الواحد منا ولا أقول أن هذا حراما بل قام به الصحابة والأنبياء لكن لا ينبغي أن نأخذ رواية أو حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعلا لأحد الصحابة ونترك باقي الدين أو نترك باقي الصورة إذن الملخص لماذا أيها الحبيب تسارع للإدخار تصميد الأموال جمع قال أخاف من القادم هناك خوف حتى لا أخاف ولا أحزن وهذه اسمها أسباب دنيوية مادية من قام بها بضوابط شرعية فهذا مباح في حقه ولكن أيها الحبيب كما أن هناك أسباب مادية كالإدخار وغيرها خوفا من الأيام القادمة هناك أسباب شرعية أروع وأعظم وأجمل وأسرع وأوثق تأملت في كلام الله جل جلاله ولا منطلق للمرء إلا منه فرأيت أن الله جل جلاله وصف الشهداء الذي لا أظن مؤمنا على وجه الأرض إلا ويتمنى الشهادة في سبيل الله لما جعل الله للشهداء من أجر فقال جل جلاله في سورة آل عمران وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ إسمعى الآية أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فالشهداء ببيان صريح من رب الأرض والسماء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم بحثنا في القرآن هل وعد الله جل جلاله هذا الوعد لغيرهم فإذا بالملك جل جلاله يبين في سورة البقرة فيقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم واسمع الآن ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال جل جلاله في نفس السورة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا لهم أجرهم ليس لهم وقال جلاله في سبيل الله لهم يحزنون فهناك شهيد من نوع آخر فهناك شهيد من نوع آخر ووعد الذي ينفق ما له بالليل والنهار ليسر قلوب الناس بأنه لا خوف عليه خايف من الأيام القادمة خايف من لعبة الأسعار والعملات خايف من فقد البضائع من السوق خايف من رفع الدعم عن المواد الأساسية خايف على مرتك وولادك خايف على قوتك وقوت يومك وشهرك وسنتك خايف على بيتك وأسرتك خايف على من تعول قال لك جل جلاله وهو الملك وهو أصدق القائلين أولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اجعلني وياكم من هؤلاء ذكر مصطفى صادق الرافعي في كتابه الرائع الجميل وحي القلم أن أحد التابعين واسمه أحمد بن مسكين وكان من كبار الفقهاء المحدثين في بغداد جاء إليه رجل في مجلسه في بلخ في العراق فقال له وهو يشك له فقره وحاله أن زوجته وأولاده في البيت لا طعام لهم وما زال يبحث لهم عن طعام لفترة طويلة فلم ولا يجد فوجهه إلى الله لأن العالم الرباني هو من يوجه المخلوق إلى الخالق ودعاه أن يطرق باب الملك بركعتين ووصف له كيفية الصلاة التي بها يستجاب الدعاء ثم دع الله له ثم بعدما صلى وجهه للأخذ بالأسباب فقال له خذ شبكة وانزل إلى البحر واصطد سمك فنزل فإذا به يأتي بالسمك فذهب إلى السوق فباعه فجاء بمال فاشترى بهذا المال رقاقتين رقاقة فيها حلوة ورقاقة فيها لحم فخجل من الشيخ قال هو الذي دعا لي وكان سببا في هذا الرزق فجاء إليه وقال هذا لك فقال له لو أكلنا من هذا لما جاءت السمكة لو بدنا ناكل بالدين لما استجيبت دعوتنا اذهب إلى بيتك ففي طريقه إلى بيته إذا به يقف في طريقه مرأة وولدها وحالهم من أشد الأحوال فقرا وإذا بالمرأة لا تكاد تصف فقرها يقطع الكلمات تلك الدمعات وولدها بجانبها يبكي وينظر إلى اللحم ويشم رائحته وينظر إلى الحلوة ففي نفسه يقول زوجتي وولدي وفي نفسه يقول المرأة والولد فتذكر الملك جل جلاله وأنه المعطي فأعطى هذا الولد وأعطى المرأة تلك الرقاقتين ثم ماشى وهو يبكي ويقول يا رب يا رب ماذا أفعل بزوجتي وولدي وإذا به يسمع صوتا ينادي باسمه فينظر خلفه فهذا الصوت كان ينادي أين فلان بن فلان فقالوا له ها هو ذاك يمشي فجاء إليه قال أنت فلان بن فلان قال نعم قال الحمد لله الذي وجدتك منذ سنوات طويلة اقتردت من والدك ثلاثون ألف دينار والدينار بكم من دهب والدرهم من فضة ثلاثين ألف دينار وها هي قد عادت إليك فيقول فبكيت فأغناني الله فاشتريت وأطعمت وصرت أنفق هنا وهناك حتى كنت أنفق في اليوم الواحد ألف دينار فوقع في نفسي شيء أنا المنفق أنا الغني أنا لبعضي قال فنمت في ليلة من الليالي فرأيت القيامة قد قامت والناس قد جمعت بين يدي الملك جل جلاله ثم نصب الميزان وبدأت الصحائف تعرض أمام الملك الديان فإذا بأعمالي قد وضعت بين يدي وكنت أتذكر الأموال التي أنفقتها فإذا بكفة السيئات قد رجحت فقلت في نفسي أين أموالي أين الألاف والدراهم والدننير أين العوائل التي أطعمتها والفقراء الذين أعنتهم أين هؤلاء فرفعت الأعمال فسمعت مناديا يقول تحت كل درهم حظ للنفس في حظ للنفس كل ما أنفقت يقول فبكيت بكاء شديدا وقلت هلكت فإذا بمنادي ينادي هل له شيء هل بقي له حسنة فملك يقول بقي له حسنة فيقال إيت بها فيؤتى بالحسنة فنظرت فإذا بها الرقاقتين فوضعت فتساوت كفة الحسنات مع جبال السيئات ثم ينادي المنادي فيقول هل له من حسنة أخرى فيقال نعم له حسنة فيؤتى بالحسنة فإذا بها عبرات المرأة دمعاتها التي نزلت عندما أخذت تلك الرقاقتين وإذا بها بسمة الولد وهو يأكل فوضعت الدمعة مع البسمة فطاشت تلك السيئات ونادى الملك جل جلاله لقد نجى فلان ابن فلان فإذا بي أقوم من نومي وأقول لو أكلنا من السمكة أو لو أكلنا من هذا ما جاءت السمكة أيها الأخوة الحبيب مشكلتنا أن نظن أو ظننا أن الدين فقط بالعبادات ونسينا أن رب الأرض والسماوات أخبرنا في كتابه ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أخبرنا في سنته أن أحب الخلق إلى الله تدرون من هم وأحب الأعمال إلى الله تدري ما هي كثير مننا يظن أن بعض العبادات الظاهرة ولا ننتقص من قدرها أنها أعظم العبادات إلى الله أو أن فلان المعروف بزهده ونسكه أفضل العباد إلى الله تستغرب عندما تسمع الحديث والحديث في الصحيح رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول الخلق عيال الله أحبهم إلى الله يا رب ازعلني وإخواني من أحب الخلق إليك مين أحب الخلق إلى الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله وأحب الأعمال إلى الله يعني إذا بتحب مرتك بتفتش على أفضل عمل بتدخل فيه السرور لا إلا إذا بتحب صديقك بتعمل أحب الأعمال اللي بفرحه من يحب الله ليقوم بما يحبه الله وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله إلى قلب مسلم هذا السرور هو أحب الأعمال إلى الله لذلك بسبب هذا السرور زف أحد الصحابة إلى الحور في الجنان فاسمع معي ذلك الخبر الذي أوراده ابن قدامة المقدسي في كتابه الرقة والبكاء يقول أصاب الناس في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قحط شديد امتنعت السماء عن الماء وامتنعت الأرض عن النبات فجاءوا إلى أبي بكر وقالوا يا أبا بكر أصاب الناس جوعا شديدا فقال توجه إلى الله تعالى في الدعاء وما إن ينتهي هذا اليوم حتى يكرمكم الله تعالى برزق من عنده أبو بكر تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم صاحب اليقين فإذا بالناس يسمعون أصوات أجراء عثمان عثمان كان من كبار التجار كبار المؤمنين وكبار التجار لأنه لا يمنعه إيمانه أن يكون تاجرا صادقا لموظفين لعن سيدنا عثمان أصواتهم كثيرة وإذا بقافلة من ألف بعير قادمة من الشام محمل بالبر وقيل بالطعام فاجتمع التجار إلى سيدنا عثمان طرقوا الباب فتح الباب من؟ قالوا أصاب الناس قحط شديد وجوع شديد فهل لا بعتنا حتى نعطي الناس ونخرجهم مما فيه قال أهلا وسهلا أدخلوا وانظروا ماذا شئتم فدخل إليهم وهم ينظرون إلى البضائع قال قم تربحوني؟ قالوا بكل عشرة دراهم إثنى عشر درهما يعني على كل عشر دفعها من ربحك درهما قال هنالك من زادني قال بكل عشرة دراهم خمسة عشر درهما قال هنالك من زادني قالوا لا يوجد في المدينة تاجر غيرنا نحن التجار من الذي زادك؟ قال إن الله تعالى قد أعطاني بكل درهم عشر الدنانير والذي نفسي بيده هي كلها في سبيل الله على فقراء المدينة لا أريد منها درهما ولا دنارا الإنفاق في أيام الأزمات في أيام الفقر في أيام احتمال الجوع أشد قدرا عند الله من أيام الفروجات طب الهيد الأزم اللي بتمر والتي تمر بنا الآن في لبنان وفي غيرها من الدول كان الإنفاق نوعا ما سهل ولكن الآن الإنفاق كما قال عنه صلى الله عليه وسلم اسمع العبارة التي وصف بها النبي أنه أوتي جوامع الكلم قال عليه الصلاة والسلام والصدقة برهان كلمه هو الصدقة برهان برهان عشوه على حقيقة وصدق الإمام فابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول فنمت تلك الليلة فإذا بي أرى النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي عليه وسلم أي شيخواني توفية هذا كلام في زمن من أبو بكر في خلافة أبي بكر فابن عباس ابن عم النبي عليه وسلم حبيبه قريبه الذي رباه صلى الله عليه وسلم يرى في المنام نحن ما شفنا النبي إذا شفنا النبي مرة يا أخواني من ضل كل حياتنا نبكي ونقول رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فابن عباس ومن رآه وتربى في معه وبين يديه رآه في الرؤية فنظر إليه فيقول ابن عباس فرأيته النبي صلى الله عليه وسلم على برذون أبلق يعني حصان تركي جميل أبيض وأسود ملون جميل وغالي وإذا به عليه حل من نور لابس جب من نور وفي قدميه نعلين من نور وإذا به مستعجل وقد حمل عصاة من نور فقلت يا رسول الله إنا تذهب لقد اشتقت إليك فقال يا ابن عباس إن عثمان قد تصدق بصدقة وإن الله تعالى قد قبلها فزوجه الحور ودعانا لحضور عرسه الصدقات في الأزمات تخرجك من كل ضيق تكشف همك وغمك وتغفر ذنبك وتكون سببا لقبولك عند الله جل جلاله وسأقول لكم في الخطبة الثانية بإذن الله تعالى قصة شاب عجيبة كانت سببا في توبته وعودته إلى الله فاستغفر الله جل جلاله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أيها الحبيب تشعر بقسوة في قلبك تشعر بالبعد تحن إلى أيام رقة القلب تسمع الخطبة والدروس ولكن لا تجد لها أثران في قلبك اسمع معي هذا الخبر في الأسبوع الماضي كنت جالساً مع أحد الإخوة الدعاة الثقات في بيروت فأخبرني هذا الخبر قال كنا لفترة أيام نجتهد على مجموعة من الشباب أكرمنا الله تعالى وأتينا بهم من المقهى ثم رتبنا لهم رحلة دعوية لثلاثة أيام قبل موعد هذه الرحلة ذهبنا إليهم لنؤكد عليهم الموعد حتى يذهبوا معنا وكانوا في المقهى فاعتذروا منا فإذا بشاب لو نظرت إليه لا تغير لون وجهك مباشرة من شدة مظهره ومنظره شعر عجيب لا تكترى لون الجلد من كثرة الوشم ثيابه غريبة عجيبة السلاسل في رقبته وغير ذلك فيقول فبعدما تكلمنا معهم واعتذروا إذا بالشاب يقف ويقول يا شيخ أنا ممكن أذب معكم فهي استغرب هو لا يعرف شيء قال أنا مشتاق أشعر بشوق للإيمان ممكن أتأخذوني معكم والداعي إلى الله كالصياد يلتقط بأي أحد يمشي معه إلى الله جل جلاله فأخذه وذهب معه وأتوا بفراشه وذهب معهم وطلت هذه الأيام الثلاثة يبكي حاله غريب في اليوم الثالث جلس معه الشيخ قال بالله عليك لو تخبرنا ما الخبر ما بك ما الذي حصل معك قال يا شيخ قبل أن أمشي معكم بيومين كنت عائدا إلى بيتي في وسط الليل وقد شربت الخمر وغاب عقلي وسكرت وأنا في طريق العودة إلى البيت إذا بي أرى رجل كبير في السن شيبة ومعه ولده بحاجة إلى طعام يبحثون في القمامة يبحثون عن طعام فرق قلبي هو إيش إخواني سكران يقول فرق قلبي له يقول فأخذت ما في جيبي من مال وأعطيته إياه ما إن أخذ المال حتى شعرت بشيء غريب في قلبي لكان يا إخواني القبول عند الله له علامات منيجم نحضر الجمعة منقوم بأعمال ولكن أي عمل يقبل عند الله لا ندري لأنه إذا جاء القبول من عند الملك والله ذرة نور منه تغير حياتك ذرة نور من عند الملك تقلب قلبك فيقول ما إن وصلت إلى البيت وأنا إنسان غير الإنسان الذي كنت أشرب الخمر قمت اغتسلت جلست دعوت أمي أتتني بسجادة لصلاة وقفت عليها فإذا بي أرى نفسي أصلي وأبكي وأرفع يدي من أنا أنا ذلك الشاب الذي كنت يشرب ولكن كنت أقول في نفسي يا ربي أريد أن أتوب يا ربي أريد أن أتغير يا ربي أريد أن أبدل حياتي يا ربي لا أرضى وما أرضى عن حياتي دنيا في دنيا في دنيا في دنيا أين قلبي معك وإذا بربي جل جلاله يرسل لي ذلك الفقير من أكرمه الله جل جلاله وأرسل له بين يديه من كان صادقا في طلبه فهذا كرم من الله فاقبل ذلك الكرم أو اردده فيقول وإذا بكم تأتون إلي بعد يومين لأمشي معكم في سبيل الله وما زلت وأسأل عنه الآن يقول بل يا شيخ والله ما يفارق المسجد بسبب ماذا؟ ممكن ألف ممكن عشر ممكن عشرين لا ندري ولكن ليس العبرة بالعمل لكن العبرة بقبول العمل لذلك أيها الحبة في الله من أجمل ما سمعت من أحد الإخوة في هذه الأيام قال يا شيخ بتعرف شو عبادة هذه الأيام عبادة هذه الأيام ليست كثرة أعمال بدنية إنما عبادة هذه الأيام هو بلسمة جراح بلسمة جراح المحتاجين بأي وسيلة كانت وبأي مكان جعلك الله جل جلاله فيه وكل منا يستطيع ذلك فاسأله من الله وقل يا ربي استخدمني في مرضاتك وأنا أعلم أنك إن استخدمتني ستكرمني في الدنيا قبل الآخرة هذه أيام صعبة يا الحبة في الله تمر على الجميع ليس لها من دون الله كاشف أولاً ثم بتعاون وتكاتف الجميع أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم بذلك اللهم اغفر لنا وارحمنا عافنا واحفو عنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شرور أنفسنا سلمنا آتي نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها مولانا رب العالمين لا تجعلنا في هذه الساعة المباركة ذنباً إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عفيته ولا مديونا إلا قضيت دينه ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسرع يا إلهنا ويا رجاءنا تعلم حالنا هذا حالنا لا يخفى عليك ذلنا ظاهر بين يديك اللهم فرِّج عنا ما نحن فيه يا رب العالمين اللهم ارفع الغمة عن الأمة ارفع الغمة عن الأمة ارفع الغمة عن الأمة يا رب الأمة يا رب العالمين وصلِّ لهم على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين